بسم الله الرحمن الرحيم دلوقات انا وعدكم ازاي تعملوا سيميليشن اللي دايرة بالاردينو على تنكر كاد اه هو برنامج سيميليشن زريف سهل بسيط فهنا هنبتن دلوقتي هنعمل سيميليشن عن اه الاردينو هنخلي الفكرة بتاعتنا ان اهن هناخد بتنشيامتر وهناخد البتنشيامتر دا ونتحكم بها في شدة اضاءة الليد صغير وممكن ما ترسلوا كمان على فكرة بس خلينا نلوقتي بس نشوف الايه البتنشيامتر والليد ممكن ازاي نتحكم فيهم نقراهم ونتحكم فيهم بالاردينو الاونو تمام فانا هنا هكتب اونو هيطلع لي او اردينو الاونو هاخده كده زي ما هو بحبطه هنا في الابليكيشن ممكن نسميه او ما سميه مش ممكن نسيبه خلص بعد كده بشيل الفوتر دا زي ما انتم جايتين كده باجيب الليد بتاعتي وباجيب او متنشيامتر وريزيستر عادي جدا الريزيستر هنا هخلي القيمة بتاعتها بوينت سري دو او او تلتمائة عشرين دي اوم تمام ده كيلو اوم اوصل الريزيستر هنا ممكن ازبط في الشكل كده شوية تمام بعد كده باخد من الريزيستر وبامشي احطها على بين ثلاثة احط الريزيستر بتاعتي على بين ثلاثة وطبعا دي فردة الكاسود الكاسود بالنسبة لليد لازم يوصل على الجراون فباخدها وبامشي بيها على فردة ايه الجراون هو طبعا زي ما انتم شايفيني البرنامج سهل وظريف موفوش مشكلة انا ممكن بعد الوقتي دي فردة اغير لونها خليها احمر ودي احمر بس عشان سهولة التوضيح وانا كمان عشان ما اطلبتش تمام زي ما انتم شايفيني كمان مفروض ان الترمانل هوان دي بتاخد خمسة بولت تمام عشان اااااااا دي هقليها لونها احمر دي فاردة الخمسة بولت ودي فاردة الجراون هو طبعا فاهمين البوتنشيومتر تأخذ فردتين واحدة حمراء واحدة سوداء واحدة حمراء واحدة واحدة خمسة فولتة أصلي واحدة واحدة ونأخذ الاراية بتاعتها نحطها على انالوب انبوت للارديمو مثلا وليكن ازيلو تمام هنخذ ازيلو هنخذ الفردتين لانها مختلف أصفر مثلا وبعدين انا وقف على الارديم وكذا انا وصلت الدايرة طبعا الدايرة دي هتشتغل معك هنا هتشتغل معك في البريد بورد وكل ده عادي جدا تمام حاجة هنا لحتة الكود الكود هنا تقدر تكتبه كذا شكل بتقدر تكتبه ببلاكس او بتقدر تكتبه لتكست فاحنا هنا هنخلي تكست حيث ان انا اقدر احط الكود بتاعي كتابه كاينها بالزبط انا داي مبرمج الارديمو طبعا انا عندي هنا كونسانت بن بوت بن ديف ازيو وكونسانت ان تلد بن ديف بن تلاتة تا اموت واو بتبتدي في الستبت تقول الارديمو ان اللد بن دي اوكوت والبوت بن دي اموت عشان الارديمو يعرف يعرف معك صح وبعدين بتبتدي تشغل السيميليشن هتقول لي هشغل السيميليشن من ايه انا دلوقتي مفروض ان انا ما شغل السيميليشن ده يحصل ايه مع الكود اللي احنا كتبينه يبتدي يحصل ان اللمبة هتتغير شدة الاضاءة بتاعتها من زيرو لخمسة فولت اهو ده مفروض كده انا عند فردة الخمسة فولت واللمبة مفروض ده شدة الاضاءة القصوى اما بغير البتنشيوميتر هنا ببص هتلاقي الاضاءة هنا ابتدي التقليل لغاية ما توصل معك للصفر وتطفي خالص كلما بغير البتنشيوميتر بتتغير القيمة بتاعت شدة الاضاءة بتاعت اللمبة لغاية هنا عند الفردة السودة دي بتصفي خالص احنا في نقطة بسا ما تكلمنش عليها اللي هي نقطة الماب اللي موجودة في الاردينو مفروض ان هي بتاخد اي من منمم لماكسيمم وبتحولها من منمم لماكسيمم بردو بسا عند قيم مختلفة يعني ازاي عند الانالوج تمانية بت الانالوج بإمبوت عشرة بت العشرة بت دول بمفروض ان هم بتغيروا من صفر الالف اربعة والالف تلاتة وعشرين طب والانالوج هو مفروض بيتغير من صفر الانتين خمسة وخمسين فانا هنا بعمل له ماب بحيس ان الفاليو دي الالف تلاتة وعشرين تبقى هي ماكسيمم عن متين خمسة وخمسين والعكس هنا الزيرو عنده زيرو وبعد ذلك نقوم بعمل دلي بسيط حوالي ميلي ساكند عشان نلحى احنا نلاحظ الاراية تمام كده فخلينا نجرب الدايرة احنا طبعا ما عملنا ستوب سيميلايشن فخلينا هو مفروض بتتغير مفروض بتتغير عند الماكس هو بيغير شكرا لكم جدنا المشاهدة وشوفكم في حلقة قادمة من التفتوريالز اللي احنا بنعملها الجديدة والسلام عليكم ورحمة الله